يقولين انتك تعيفينين انت موقعتش عاجبانين انت ماشي مراء ديما هاد الهضرة في امه مع عمره ما حيضها المهمة البنات غادي نبقى وحتى النهار الجميلة ديالي هنا رجعت معكم في الجزء الثاني ديالنا عارفكم متحمسين وبغي نتحرفوا بالضبط اشنوقع في هذه القصة ودركوا راسكم بلا قياس ما غنطولش عليكم وغندخلوا فيها طبعا مباشرة غير هو قبل اللي ما زال ما شافش جزال اول غادي نخلي له رابط دياله في اول صليق ودابا ندخلوا في الجزء الثاني ديالنا للبوليس غادي قاطبوا عليه وغادي شدوه حنا في الاول ما كناش عارفين علاش حتى غنكتاشفوا ان السيد دير كونطرة مع واحد سيد في الخدمة وما كملش ليد خدمة ديالو المهم هادك السيد كان نرفع عليه دعوة وكانو شدوه البوليس سمخوا تفصقوا الخبار وخا كانوا مخاسمين ما ابقى فيهم بدووا يجريوا ويجريوا ويحاولوا تفهموا مع السيد السيد قال لي انا ما عنديش لموشكين انا قدرنا تنسلي هردلي يرزقي والله يعاونه ادواه معاه المبلغ ما كانش كبير بسعب السيد قال لي هم واخا وقفوا معاه حتى كانو خرجوا من الحبس اهنا عاد مو كانت صالحات معه وكان صالح مع اخوته وانا رجعت علاقتي مع عقوسي كيف ما كانت في العلالي اما حتى هو في الوقت اللي حبسني عليها را كنت كنشوفه تقريبا يوميا فهذا الوقت انا را وليت كندير راندا وليت كنخدم حواجي كنخدم العقوسي مهم كنخدم تقريبا العائلة كف كاملة باشي فلوس فابر الحمدو الله ما كان نقصني حتى شي حاجة المهمة البنات غدين بقاو جرين اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا وفي الوجود الوقت اللي كي بغيش بد معي اصداح كنت عامل معه في حال شي جامد كنت صنط وقل له واخش يقول لي هادي ببيضة وهيك حلا قل له اه عندك الحق ما بقيتش نهائيا كنت بغيش بد معه وليس بغا نعيش فرحت البال كنقول المهم هو نكبر ولداتي في هديك الدار يعني الراجل اللي عندي في حال الزيد ناقص ومع مرنا بيينت لي انني اتطوارت ولا شي حاجة مكن اصلا ما كانت اعطينا الوقت باش يعرف انني اتطوارت المهمة البنات غادي نبقى وجارين هكذا النهار اللي غادي يوقع لي مشكل وهد مرة غادي وقع لي مشكل مع واحد خينا وهد شي مباشرة ممورو الحجر الصحي غادي يوقع لي مشكل مع واحد خينا في واحد الكونطرة دي الواحد المشروع اللي كان كبير وهد المشروع هو كان خدمولي بتامان رخيص بالحق الوقت اللي طلعوا المواد الاولية بزاف ما بقاش مسلكو هدك تامان وراجني في هدك الوقت كان القارس وخسر الفلوس كاملة ما بقى عندو احد شي حاجة وباش يخسر من جيبوشته قاسحة كان خاسه ضروري يضطر يبيع الملاكات دياله وهو مكانش بغا واللي زاد حقده هو هدك الشخص مكانش كيتعمل معان زيان وكان ضرب مع واحد نهار قدام بالخدامة وكان عيرو وقال له والله يومكسر غرقك في الحبس راجلي كان حلث بحلوف وقال لي لكم من اللي هدك المشروع يدفل عليه وقال لي ما غير يعطي لريال لاجوش نات السيد تبرى لي عند خوتو حين تخوتو احتوه ما كانوا معروفين في السوق وقال لي هم ودبوه مع اخوكم وقلوا لي واحدة من الجوج يجي ويتفاهم معايا ينحبس والله ما غير يزقل منه المهم خوتو جودوه معاه وبدك يتعنى وقال ليهم انا والله لا اعطيتو ريال وزايدون هذك الشركة غنصدمها حينت فعلا الراجلي كان غرق راسو ديال بالصح من غير هات الشخص كانوا بزاف الناس كيتسالوه ناد مشاهد المحامي ودبوه معاه وقال لي هاشنوكين وهاشنوكين وهاشنوكين قال لي شوف الى مشيتي احتدرتي السيزي وهد الناس بقاوكين يتسالوك فلوس ارغا ديالك من الفلوس ديالك انت يعني من الملاكات ديالك وقع هادك الشي اللي عندك قال لي الى بقيت في حال هاكا يعني فلوسك غيمشو غيمشو تفاصر مع السياد السياد شاد سكار قال لي انا ما غنتفاصرش معاه وما غنعطيهم ريال قال لي شنو نقدر ندير قال لي هادك الشي اللي عندك الى كان عندك شي واحد في العائلة كانت تخي يكتبهم ليه اي والسياد بدك يدور راسه في العائلة لمن غايكتب يكتب الماما مراه 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 كبيرة تقدر تموت في اي وقت في ذاك الوقت كان يالله تصالح معاها وكان خايف بزاف وعارفها ها قدع عليه من المسائد ديال الورت يعني يقدر مثلا يكتب ليها وتوري مشتحاه كيقول يكتب الخوته مستحيل هو منوض معه مستعلى ود الورت وخوقفه معه ولكنراج لانا قليل نية اما احتخوته اللي عمرها دار بقا كيدور 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 قال هذه مقرهور في العائلة لم اعرف اي شي مادهوة ما تكلم كنت لدي واحد ما صفابة يدكني لي منه وغدا لانوضر يسلني هذا etwas لديها مستحيل لätte تعالى لتكامل كنت لصفق اختكم كنت نغادر قليئ وتقامت انصفك ت pubaz اولاده كانون ذاكة صedi لساعة قرأ uhh muy unciche مر حادثي ووقيت وتصفزうane في الزمان لم تبقية الجسم العربية على السيارة او الول hundred, صندوق lumberhouses القطفل كذلك. unmعرف كنت كنت عبيكي هنا في ذلك العائلة largest of friends. مهم انايا كان سني وانايا كان لعيني وكان قراء كنت تعرفت ان راجل كاتب لي بزاف دي الملاكات بأشرة هذا النوتر المهم فرحت ولكن ما بغيش نبيي الفرحة ديالي ومسود على حتى شي حاجة اضربت الطموس كده سيد هزدوك الوراق كنهزم هذا الشي اللي غدي هزو الشي الاخر بقى عند نوتر بشي يكمل الاجراءات المهم سيد فهذا الشي كامل اللي كان عاود يكمد وما تكلم معه ودول حتى شي واحد صافي غدي نبقى وجرينها كاكل يوم غدا يوم غدا انا ما بقيتش نهائيا كنسول على الراجل كان دائما كنشوف خوته كيعيطه عليه وكيقولوا لي وش غدير شي حال كيقول ليهم واخا هذا الشي اللي كان عنده معه المشكيل كان عارف انه هو غدي ديكلاري بي عند البوليس فراجلي كان دعير بحسابه وكان كيمشي وجايب الخدامة باش يقدو له الامور وراجلي شنو كان ناوي كان ناوي يدير فاييت ويخرج براء المغرب ويبدى حياته من جديد وتما كان معول انه يبدأ يقول يا انا نبدأ نبيع ونصيف طليه حتى نخرج الفلوس كاملين من المغرب يخرجهم هذا الشي اللي كان يدير في حسابه بالحق ما كاش كيتحاب ليه هذا الشي اللي غدي ندير ليه المهم سيد فعلا كيف مخطط مبقى هاكاك حتى كان قد لأمور كاملها غيز لأمور ديال بيع وشرا ما بينه وما بينه خدم لها ذاك سيد شوية ومن بعد في واحد نهار كان قال لينا غدي يمشي لبرة غير باش يضرب دوره ويفوج مع راساته جمع حويجاته وسلم عليه وفيداته عادي جدا هادوك الوراق هادوك الملاكات وذلك الشي جاب هادوك الوراق كاملين وحطتهم في واحد الخزنة وكان عطاني الكود ديالها وعطاني شي فلوس وقال ليه النهار اللي نقول لك جبدي الوراق هالفين غتلقيهم ونقول لك بالضبط اشنه غتديري وكي هدر معي وكي يقول لي فهمتي يا المكان لنخا فهمتي انا معول على الخلاق وكي يعاير وكي يصبل وانا كنشوف فيه ديالها رسيبية لونية واحده ما كنعرف حتى شي حاجه المهم سيد جمع حتيته وقال لك حقه ما حقه بغ يخرج براء يفوش شوية المهم سيد مشا قال لي خرج براء المغرب دووزنا اواع فاش مشاق لك غنقلس خمستاشر يوم داست خمستاشر يوم عشرين يوم شهر سيد ماشاش هنا بدات كدور الهضرات النقنيق ان السيد هرب براء لانهو كان مكبتها في المغربة اشخان قول لكم رب ما مخليش شي مشكل ما دايروش المشاكل والكرديات وكل شي كيتسالو بدأ كل شي كي يسول عليه فينا هو فلان فينا هو فلان فينا هو فلان الوقت للناشكو انهو هرب ديك الساعة بدأو كدك لاريو بيه مو هي بدأو كدك لاريو بيه مشاوا الشريكة دفعوا الوراق المحامي دفعوا لي دعواه كيتسنوه يدخال كانوا عرفوا انهو هرب المهم داو كي يجري وكي يجاري واخوتو كي يحيطوا عليه كي يقولوا لي افلا ناشا دروينا اللي خليتي هنا ومشيتي كيقولوا من ذاك المغريب صافي شبعت منه ما بقيتش غادي ندخل لي صافي يدبروا رازهم وديروا اللي بغاو وره الشركة خليزها ليهم يمشي ويتحاسبوا معاها الشركة ما فيها ريالة لبنات كان ساسها قبل ما يمشي المهم دوك الناس مساكن بدوك يجري ويجاري وانا كنت تارفا ما عارفش بالضبط اشنو غا ندير بالحق عارفت حاجة واحدة هي انني خاصة نوقف على رجلية وانا ما كنش دابة للا ومولتي مقرصة ما عمرني ما نكون اول حاجة فكرت نديرها هي البرمي ديال الطموبيل حين تفاديك الوقت والدي اللي كان يديه ويجيبه الشيفور ما بقعش لان ذلك الشيفور حتى هو تابع الشركة وقاع الموظفين الشركة ما بقوش لاقين تباش يتخلصوا المهم كنت هزيت من ذوك الفلوس اللي خلاليه ومشي دو وسط البرمي وبديت هزيت طموبيل انا اللي كان ديولادي وكنجيبهم وكنت كنسوول وكنسقصي على الامور ديال الشركة كنت عرفت ان الشركة غادي تدير فايات فاديك الساعة كنت حللت هذه الخزنة وبديت كان قرار في الوراق القصيد كاتب ليه قاع هذك الشي اللي كيكساب كل شي بيع وشرة وبتواريخ متفرقة وكان عنده معهاتي ديال تخلوض وكنك عرف غل مخلوضين المهمة البنات انا فاشفت تكشي ترتب الفرحة وعجبني الحال هزيت دوك الوراق وغبرت ليهم الشقف حتى ما انكتبش اليكم كنت خايفة لما تنسفت شي واحد ويهزمني ما كنتش عارفة ان هذك شي اصلا كان في محافظة وراه محفظ الموضوع صافي مساري بدأت نسفت صافي مساري ومحافظت شي حاجة ومحافظت شي حاجة ومحافظت العباد الأننينية واحدة ونقاعد الغرض عيشة مع ولدتي باخر والاخر ما نقصني شي حاجة وكنت دائما نجب الخبارات من عند عقوسي ومن عند الويسي دازة مدة والقضية كانت تحكم فيها بسيزي الشركة والسيد كان مطلوب يعني كيف غير يدخل المطار غير يشده ثم اخوته كان ندوه معه وقالوا لي نشوف لك شي محامي كبير ونحاولوا كيف نديرون ونعاونك دخل بلادك باركة من تجال ويقف بلادات الناس قالوا ليش نغدير تماما وزيدون اجي تفاسر مع الناس نطلبهم لك هم عارفين هم عارفين هم عارفين هم غير يقول الله هم نص خسارة ولا خسارة كاملة هذا الشي اللي عندك في الملاكات بيع شي حاجة وعطي هم وهو رسو قاصح وكيقول لهم انا مقى عندي ما ندير بالمغرب كيقول لي هولادك كيقول لي هولادي غايبقى تماما باش غتعيش قال لي هم انا هذك شي لك سبت المرتي غتبيعه كامل وغتي تسفت لي يرسقي وهديك الساعة تماما على بره غيدير هو المشاريع دياله وغيدير حياته وانا يخليني هنا في المغرب مع ولدتي مجروقه المهم هاتشي قالوا لي وانا يحضرت راسي وبقيت ساكتا ولكن في الداخل ديالي كان قول عجم ابليس في القناة وخايبقى غير هو لي راجل في الدني كتابت له شي حاجه المهم غدي نبقى وجرين ماشي بزاف على هاد الهضراف وانسق للخبار تقريبا واحد لعشرين يوم حتى الواحد النهار غدي عيتلي يا راجلي وغدي قول لي احقا محقا غدي تمشي غتزي معك دك الوراقة الثلاثين في الخزنة وغات مشي عند فلان على هادك النوتر اللي بشنا عنده نهار الأول وغات عطي هادك الشي وغات سنيح لشي وراء وغاتشي قلت له وراق دياله اشقال لي وانتي سوقك ديري ذك الشي اللي كان قول لي كتلو شفه فلان انا ما عندي ما ندير وانسق ليا ممكن لي ندير حتى شي حاجه انت وانت مطلوب وانا دخلتي خدشت في الحفز بغت يتغرقني حتى انا يا شكل اخي قابل هاد الولاد قال لي تحلك الفم وليتي كتها تهدري قلت له مندي ما انتلي ما كونش كتها تسمعني قلت له دبان بغت نعرف عليش غنسني قلت له شوفي ما غامدش نشرح ليك انا كتلك اشنو غتديري قلت له دك شيري اللي قلت له هاكاك اوقت علي التلفون عيط لي يوك يا رب ربوكي قولي يا شوفي والله ما تدري هادش اعتبر وانسق ليا احيان عيطي ليا موابعك كتها ليا في المغرب مجموعة ليا وانسق ليا وانسق ليا احياني قلت له انا ما بقي موجودة انا كنت تساق فيك ويقل لي اشوفي غدي تبيعي هادها الشي اللي عندي في المغرب حيث تقسني ندير شي ماريء شي محتاجاها هم قلت له اهاولة بعد هذه الشي انا باش غنعيش قال لي غنصفت لك قلت له هنا في المغرب وكنت تجمل عليها قلت له نسق تقسني انتها يتباهي كنت تنشي تماما تتعيش حياتك تزوج بوحدة أخرى تولد مع أهل وليدات الفلوس نصيفتهم ليك تمشي الله وعلم ما شعر تدير بيوم تشتتمهم وانا تخليني غرقة مع كلتا الدراري كلوس معني يا ولد الناس انا ما غني بيحتاج لحاجة بغدي فلوسك دخل المغرب وخدهم اما باش نصيفتهم ليك وانا نبقى على الضص الا تملا تملا وقطعت عليه التليفون هذه الساعة سيديك نبغي ايجناب وكا عيطاليا وكا نقطع لي هنا عيش الحياة فهذا الوقت لبنات بديت كنفكر فعليا اني ندرش مشروع لدخلي يلعاقه حين تعرف هذوك الفلوس اللي خلا وخلا الحمد لله خلا مبلغ محترم جدا ولكن ما غاديش يكفي ونحت الامتا غنبقى ناخد منهم راكم عارفة الفلوس فاش يكونوا محتوطين راوخي يكونوا قدمك كانوا را قدمك تسلي واحد نهار غادي يتقاطعوا المهم تما بديت انا كان بني مستقبالي مع ولداتي انسيت اصلا هذوك الراجل واشكين ماشي بغندي لي فلوسه ولكن هذوك الفلوس كان اعتبرهم فلوس ولادي وكنت عارفهم اكدا اذا صفتهم لي غا يخسرهم راجل يقمار اولا ثانيا راجل لي عزيز علي العيالات يعطي الهادي يصرف على هذي يخسر على هذي هذي الشي راهنا في المغرب كان كيديرو بالهبال من غير يلمشت بمودر المشاكل وخسر كل شي هذيك الساعة شنو نخرجوا لدي مطلب فيهم ما نكذبش عليكم هالبنات وانا مضربتوش علي يدي وكتلو كتبلية هو بكل قوايا العقلية اداني وكتبلية ودير فيها معيق وكان كي تسحبلو انا ما عارفش علاش كان سني وكان ممكن يسنيني لشي مشاكل ويدخلين الحباسات المهمة البنات بكيت مسترع على القرار ديالي سيد كي عيت كي عيت كي عيت كي عيت ما كان جاوبوش حتى لوحد احسرش قتليه المهمة اللي جاوبته ويقول لي بدك يعاير غير من الصمتة لتحسك كي قولي انتي شنو كي سحب لك راسك غير خويت البلاد كي سحب لك راسك صافي راي غلبتيني كي قولي اغاندخل واندل لك وانفعلكون عزابري راسك راكيم تلقى قلو شوف الشريف انا راقلت هاليك ما عندي اشلم مشكل تلقني تزوج بي ك وانا بعمر لي ما كانت كان عطاب الراسي انني مزوجة بيك كلي وجايدون الى بويت تسلخني ماشي موشكي الجيل مغربة سيدي وصلخني هاتشي لا قدرت يتقرب لي راك عارفي لوصلت غير المطار غادي شدوك ويدوك الحبيب بيس او كونت قطعت عليه السيدك بغاية كل جنابو ناد سبرحت تعي وفي الاخر عايط الماما عايط ليها وقال هذيك بنت الكلبة اللي يزوشيني بيها قالها هيا بغادي لي يا رسقي وبغادي لي يا قاعدك الشي اللي عندي ويز قلو كيف حش ميمكنش هذي أتخذك بنا الناس غسطي جادي لها انت اعترف جليلها شنوا واقع بينه وبينه وشنوا واقع شنوا ما غابت يسكن بكي وانت اخي لانت انت كانت شوفي اللي بقي هادشي اللي هنا اوانا حارفة الى ما يشتروا وانت حارفة وولده القمار ورشوف شحال ديال الفلوسات فيه ورشوف الحاج الشحال لي رحمه وشحال فكو خوته شحال فكو خوته شحال فكو خلالي بغاية جنح فلوسه بغاية فلوس متلا بشي قلو كمش المشكلة اخي لانت أنصفت ليه اللي لكن كي نبيع كل شي وصفت لها حالة ما يبالك وشي يبالك المهم لكوزة بقات غير كاتشوف لقد هدرتي معقول هذه الساعة يتطلو حد ولدها وهد ولدها صراحة معقول حتى هو جادك الساعة ومعايا بديسكنت باكالي ودير راسي هبيلة ونا فعلا كنت هبيلة صراحة كنت نية وحدة ولكن كنت نية وحدة ولكن كنت نية مهم جاهدك هوه ونا نقول لها شنوكين وشنوكين ويقول لي وياكي ثم وياكي قال لي حافظي على رزق ولدات قال لي هادك رمان دبو عقل قال لي خاصوا الفلوس فتولي دكشي اللي غايا كل ودكشي اللي غايشرب وخليه المهم كل شي كان دار فيه وكل شي جاي مني وانا يمندك لوقيته الى يوم من الان عايشك كيف القيدة في داري مع ولداتي دارت المشروع ديالي الخاص وبسميتي طبعا واكلة في طرف الخبز ومقاتلة مع الزمان ولداتي كيقرا في احسن المدارس معيشهم كيف القياد انا يعالقتي مع قوسيم زيانة مهلا يا فراسي يالله زيانيت ويالله تقديت ديرا الصحابات كان خروج مسافرة مع اولادي ناشطة دير البرمي ما خلي يتشيقون تعيش الحياة بالطول وبالعرض وبالراجل كيساق الخبار لهذا الشي اللي انا فيه كي تفقس كي عيط لي وكي بداي يروي صبا وانا ممسوق المهم راجلي من مورا مامشا بواحد المدة كان لسقني لسيق كيف نبيع هذا الشي انا قلت لي الله فاشعرف انني مغا نبيع حتى شي حاجة بدك يقول يضروري ما خسك تصيف طريق الفلوس باش نعيش كنت كان قول له واخا في الول كان طلب مني واحد المبلغ كبير بزاف وانا قلت لي الله ليس ساحل وانا قلت لي يا شريف باركة هذا الشي اللي خسرت الفلوس وانا قلت لي قال لي ما لم تأخذ تفاصيل صغيرا و لا تجلب منظمه قمت بشده من المولدين والدخل يدعون المال ما زالت المحل من الخاصه قمت بشعر الجامعة فلس عمليه فهو يحضر خسابه في دماغه تساعد من حسابه و هاتفه ميكبش فلس لكرا قلت له قد وقداسيات شعر وقال لي واذا تريد صدق عليها من فلوس وكل ما يقسم الله بغيتي يا ولد الناس مرحبا ما بغيتي حتى هات شوية اللي غنصفت لك ما غنصفت وش لقا وانت قلتي انت بغيتي تعيش انا صفت لك باش تعيش بغيتي تسكر وبغيتي تقمر سينا ولد الناس خدم ودبر راسك شغلك هادك انا الامر ما بقى شك يهمني ومن ديك نظهر اليوم الان اللي كن هدر معاكم كنصفت له هادك البراكة وما زال شهر اللي كننوضوها صداع وكننوضوها صباط ما كنصفت له ريال اليوم عيشة باخير وعلى خير من جيسه مرتاحه عند حرفه مستحيل يفكر يدخل المغرب لانهو عارف كي غيوصل المطار غاديشدوه البوليس وغاديوه الحبيبيس انا ما كدبش لكم مؤخرة مديسقاع كنفكر في طلاق حينت بالنسبة لي انا وياه مطلقين لانهو اشحام الرمع لي هديك اليمين دي يطلق وقالي يعتبر راسك مطلقة انا كنقول غال مسألة الوراق حتى هي نفضيها وخاكي تندم معايا الحال وفي نفس الوقت خايفة كنقول لا اطلقت منه تقدر عائلة وتاخد مني موقف وانا حاليا كنحس بهم وقفين معايا اعتبر الوقت اللي بغيت من دي المشروع ديالي خوتهم ساكن هم اللي يوقفوا معايا في كل شي هم اللي يرسوا معايا الامور هم اللي يعاونوني هم اللي يوروني شنون ديال يعني كنقول بلا ما نخسرهم صراحة تعرفة في هاد القادية وما عرفتش شنو عن ديال الجميلة ديالي هنا سالة القصة ديالنا ما تنسوش طبعا تخليوا الاراء وتعليق ديالكم من صاحبة القصة وما تنسوش من تعليق زوينة ديالكم هنا ما بقاليا الا نقول لكم حبيباتي ما تخيتش بيكم كاسمعكم شهر زاد اللي كاتحمق وكاتموت عليكم